بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين أيها الأحبة الكرام حديثنا خلال هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا يتمحور حول موضوع في غاية الأهمية إذ ليس يخفى على كريم علمكم أنه لا يفصلنا عن عيد الفطر المبارك إلا أيام قلائل وتعلمون أننا نعيش الآن فترة الحجر الصحي الذي نعيشه بسبب ما ألم بالعالم أجمع من هذه الجائحة التي نسأل الله جل وعلا أن يرفعها عننا فلذلك هذه الجائحة أثرت على كل المجالات ومن ذلك مجال العبادات تأثرت العبادات بحيث أغريقت المساجد وتعطلت الصلوات الخمس في المساجد وفي الجماعة ككل وصلين التراويح في البيوت إلى غير ذلك وهذا كله لأجل تحقيق حفظ النفس التي تعتبر من أهم مقاصد الشريعة السمحة كما تعلمون فلذلك عيد الفطر أيضا على الأبوال ونظرا لهذه الظروف والأحوال سنصلي صلاة عيد الفطر بإذن الله جل وعلا في بيوتنا وهذا ما فعله كثير من السلف رحمة الله عليهم حينما يتعذر عليهم أن يكون لهم عذر يتعذر عليهم صلاة العيد في الجماعة أو يتخلفون عنها ومن ذلك مثلا ما كان يفعله سيدنا الإمام أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام في البصرة كان يرجع إلى بيته فيجمع أهله وأبناءه ومواليه ويأمر عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم ركعتين يكبر فيهما وهذا أيضا ما أفتى به المجلس العلمي الأعلى ببلدنا وهو أن يصلي الناس صلاة عيد الفطر في بيوتهم بعيدا عن أي تجمعات أن يصلي كل واحد في بيته مع أسرته كما نصلي صلاة التراويح والصلوات الخمس لكن لابد أولا من الإشارة إلى وجوب الانتباه لأهمية الاستعداد لصلاة العيد بالتطهر والتطيب والاغتسال هذه من السنن التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوم العيد يتطيب بأجود ما يجد عليه الصلاة والسلام ثم لا بد أن نعرف كذلك متى وقت صلاة العيد قال العلماء وقت صلاة العيد طبعا كما يعني كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتفعت الشمس قيد رمح في عيد الأضحى وقيد رمحين في عيد الفطر يخرج عليه الصلاة والسلام فيصلي وقيد الرمح يعني قدر الرمح وهو وسيلة للقياس الآن يعني الرمح تقريبا بالحساب المعاصر ما يقارب المتر فمعناه في عيد الفطر ننتظر إلى أن تطلع الشمس قيد رمحين قيد رمحين وبالحساب الآن يعني المتعلق بالساعة تقريبا ثلث ساعة ربع ساعة إلى ثلث ساعة تقريبا إلى عشرين إلى عشرين دقيقة من طلوع الشمس حتى يتمكن الناس نعم من إخراج زكاة الفطر لكن الآن ما هي الطريقة التي سنصلي بها صلاة العيد أولا أهم ما يميز صلاة العيد عن غيرها صلاة العيد كما تعلمنا ركعتين لكنها تتميز عن غيرها بكثرة التكبير مسألة الأولى ثم هي صلاة لا إقامة فيها لا نقيم فيها الصلاة مباشرة نبدأ بتكبيرة الإحرام فنكبر الله أكبر إذن نكبر تكبيرة الإحرام ثم نكبر ستة تكبيرات أخر ستة تكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى نكمل ستة تكبيرات دون أن نحتاج إلى رفع اليدين في التكبيرات الزوائد لماذا؟ لأن طبعا هذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله هو الإمام سفيان الثوري رحمة الله عليهما كما نقل عنهم ذلك ابن المنذر في الأوسط رحمة الله عليهم جميعا إذن هذه من ناحية ثم بعد ذلك نقرأ صورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين بعدما نقرأ صورة الفاتحة ونكمل صورة الفاتحة يسن أن نقرأ بصورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى لكن من لا يحفظ هذه الصورة يقرأ بأي صورة مما تيسر له من القرآن الكريم ثم نركع ونسجد كما نفعل في كل الصلوات ثم نقف للركعة الثانية الركعة الثانية نقف لها بتكبيرة القيام فنقول يعني أكون ساجدا فأقول الله أكبر لكي أقف إذن هذه تكبيرة القيام نزيد عليها خمسة تكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى نكمل خمسا إذن في الركعة الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام التي دخلنا بها الصلاة وفي الركعة الثانية ست تكبيرات بتكبيرة القيام ثم بعد ذلك أيضا نقرأ صورة الفاتحة ونتبعها بصورة الغاشية هل تاك حديث الغاشية من لا يحفظ هذه الصورة أيضا يقرأ بأي صورة مما تيسر له من القرآن الكريم إذن بهذه الطريقة نكون إن شاء الله تبارك وتعالى قد أنهينا صلاة العيد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين